أيضا مرة جديدة نذهب وإياكم مشاهدين إلى رمالله حيث يرافقنا من هناك مرسل حدث أزميل خالد القاسم خالد كما كنا تبعنا منذ حوالي الساعة بأن هناك محاصرة لمخيم جنين وعزل هذا المخيم من قبل القوات الإسرائيلية هناك قتلى وجرحة وأيضا كان هناك ربما تعرض للمصعفين صعوبة إيصال الجرحة إلى المستشفيات بسبب عدم وجود وقود وأيضا صعوبة وصول سيارات الإسعاف حدثنا عن آخر المعطيات لديك وكيف ينسحب الوضع أيضا إلى الضفة الغربية كل هذا التوتر تفضل نعم جزيل انسحب الجيش الإسرائيلي من داخل مدينة جنين ومخيمها بعد أكثر من عشر ساعات من الاكتحام أو الاجتياح للمدينة وللمخيم حيث قصفت طائرة مسيرة مجموعة من الفلسطينيين فقتلت ثلاثة وأصابت تسع آخرين وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة إضافة إلى اعتقال الكوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين من بينهم مسعفين تم اعتقالهم من أمام مستشفى ابن سينة الذي حاصرته الكوات الإسرائيلية لأكثر من ثماني ساعات مطالبة من بداخله بإخلائه وقامت بتفتيش من يخرج من داخل المشفى في الساحة أمام مقر الطوارئ وأجبرت المسعفين والأطكم الطبية على الخروج من المشفى رافعين أيديهم أكثر من ثمانين آلية عسكرية جزيل اقتحمت مخيم جنين قبل منتصف الليلة الماضية طبعا المخيم والمدينة وحاصرت العديد من المباني وتحديدا في حي الجابريات والحواشين وقامت باستهداف الفلسطينيين عن طريق القرناصة الذين انتشروا على أسطح المنازل الجرافات الإسرائيلية عمدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية إضافة إلى التشويش مؤقت على الاتصالات وقطع لساعات للكهرباء عن معظم أحياء مدينة جنين ومخيم الجنين إضافة إلى تدمير البنية التحتية للمياه وللكهرباء ولكن بالنهاية قبل قليل أعلن عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل المخيم بعد محاصرته للمدينة وللمخيم قرابة العشر ساعات وعزلها كما ذكرت جزيل عن محيطها سواء عن البلدات أو الكرة أو عن بقية المحافظات التي شهدت أيضا اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي وتحديدا قرية نعلين غربي مدينة رامالله التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من ثلاثين فلسطينيين إضافة إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة الخليل وتنفيذه عملية اعتقالات إضافة إلى أخذ مقاسات منزلي منفذي عملية النفق يوم أمس في مدينة الكدس شكرا لك لكل هذه التحديثات التي رفقتنا بها من رامالله مرسل حدث الزميل خالد القسم وطبعا سنكون لنا عودة إليك تباعا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات